أول منخفض جوي خماسيني يؤثر على المملكة يوم الأحد ارتفاعات على درجة الحرارة أجواء مغبرة التفاصيل بعد قليل تابعين في الأردن أسعد الله وقاتكم بكل خير عادت الأجواء واستقرت في عمور مناطق المملكة بعدما تأثرنا بمنخفض جوي يوم الخميس لكن استمرت الأجواء باردة ودرجة الحرارة أيضا استمرت أقل من معدلاتها مثل هذا الوقت من العام لكن يوم السبت بإذن الله يتوقع أن تستقر الأجواء بشكل عام وترتفع قليلا درجات الحرارة تفاصيل نستعرضها في هذه الخرائط لتوزيع درجات الحرارة المتوقعة من يوم الجمعة وحتى بداية الأسبوع يوم الجمعة تبقى المملكة تحت تأثيرات بقايا الكتلة الهوائية الباردة المرافقة لمنخفض الجو الذي تأثرنا به خلال الفترة الماضية لكن يوم السبت بإذن الله تتراجع تأثيرات هذه الكتلة الهوائية الباردة ترتفع قليلا درجة الحرارة مع سيادة لأجواء مستقرة بشكل عام لكن يوم الأحد يقترب من المملكة منخفض جو خمسيني قادم من الأراضي المصرية نحو منطقة بلاد الشام يدفع بهذه الكتلة الهوائية الدافئة نحو المملكة وبالتالي يوم الأحد ستسود أجواء دافئة بشكل عام درجة الحرارة أعلى بكثير من معدلاته مثل هذا الوقت من العام ومع تمركز هذا المنخفض الجو الخمسيني فوق شمال مصر يتوقع أن تهب رياح جنوبية نشطة السرعة تعمل على إثارة الأتربة والغبار في عموم مناطق المملكة وبالتالي يوم الأحد ستكون أجواء دافئة مغبرة وأيضا هبوب لرياح جنوبية نشطة نهذا بالآن للعاصمة عمّان والتوقعات الجوية لهذه الليلة حيث تسود أجواء غامة جزئيا مع خمس درجات مئوية فقط كحرارة مقاسعة المحسوسة خمس درجات الرطوبة مرتفعة والرياح تكون شمالية غربية خفيفة السرعة بالنسبة للتوقعات الجوية الثلاثة أيام القادمة يوم السبت 15 إلى 11 درجة مئوية مع سياد الأجواء المستقرة بشكل عام وبالتالي يوم السبت الأجواء ستكون مناسبة للخروج في رحلات لكن في المناطق المنخفضة تحديدا منطقة الأغوار البحر الميت وأيضا منطقات العقبة يوم الأحد تتأثر المملكة بالمنخفض الجوي الخمسيني والكتلة الهوائية الدافئة المرافقة له ترتفع درجات حرارة لتسجل 21 درجة مئوية كحرار العظمى لكن ليلا تنخفض لتسجل 9 درجات مئوية فقط يوم الأثنين تتراجع تأثيرات هذا المنخفض الجوي الخمسيني وتتأثر المملكة بكتلة هوائية باردة خلف هذا المنخفض الجوي لتنخفض إلى 15 درجة مئوية أما الصغرى 9 درجات مئوية بالنسبة لتوقعات الجوية لباقي المدن الأردنية اليوم السبت نبدأها شمالة نجوة مستقرة درجات الحرارة العظمى تكون حول 16 درجة مئوية في عموم هذه المدن أما الصغرى تكون ما بين 11 و 10 درجات مئوية لاختلاف الحالة الجوية بالنسبة لمنطقة الوسطى أيضا تستمر الأجواء المشمسة بشكل عام في عموم هذه المناطق درجات الحرارة تكون ما بين 15 درجة مئوية في كل من البلقاء وعمان وال23 درجة مئوية في البحر الميت أما الصغرى تكون 11 درجة مئوية بشكل عام في المرتفعات الجبلية العالية بينما تكون 17 درجة مئوية في منطقة البحر الميت بالنسبة للمناطق الجنوبية أيضا تستمر الأجواء المشمسة مستقرة الكارك 17 إلى 13 الطفيلة 16 إلى 12 الشوبك 14 إلى 12 معان 20 إلى 11 وأجواء ربيعية جميلة في العقبة أجواء مشمسة 25 إلى 19 درجة مئوية المنطقة الشرقية الأزرق 19 إلى 9 الصفاوي 19 إلى 8 ورويشد 17 إلى 7 درجة مئوية إلى هنا تنتين نشطنا للقاء تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن ليدرز سنتر كريم هايبر ماركت شركة جميل بستامي وأولاده وكلاء إطارات بريتج ستون وفاير ستون في المملكة حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري كابسولات قهوة الإسبريسو الفاخرة بالميو اشتركوا في القناة